عنده حب سيطرة كتير علي طيب ننشوف طاقتكم المشتركة حاليا او شو ممكن يكون واحدة من الاسباب اللي قدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات بيحكي لك pay attention to signs في اشياء انت وهالشخص كنتو مش عم تركسوا عليها كتير او كنتو عم تتجاهلوها اكتر يعني في طرف منكم ايضا كتير غامض او ما بيحب يحكي او الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتو بتخبوا كتير في جو حالكم مش عم تحكوا مش عم تعبروا لبعض عن مشاعركم همشوف ايضا انت وهو مركزين على الناحية المادية وفي منكم سبب المشاكل انو واحدة من يعني سبب المشاكل اللي بينكم في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه او كان حس انو صعب عليه عبر او يكون صريح مع الطرف الاخر انو انا بدي علاقة جدية بدي ارتباط جدي لانو ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة لانو عندك انت هون بطاقتك 3 of cups فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة همشوف ايضا واحدة من الاسباب اللي عم تأدي لخلل بالعلاقة او مشاكل بينكم انو انتو عم تحاول تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة او بفرض القوة يعني انت مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل وعمشوف انو ما في تيم مورك او ما في مشاركة بالعمل او مشاركة بالشغل يعني انت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم حاول يشتغل على العلاقة ولكن ما في شراكة يعني انت تبني سيناريوهات في داخل عقلك وهو ايضا عمشوف تحكمه على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الاخر لانو اصلا في عندكم صعوبة بمسارحة افكاركم ومشاعركم تجاه بعض طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل او انت شو مخطط تساويب المستقبل انر تشايلد انت عمشوفك رح تركز او بدك تهتم اكتر بالطفل الداخلي لجوك او بمشاعرك الداخلية اللي انت عمشوف كنت عم تتجاهلها اكتر او عم تتجاهلها حتى حاليا عمشوفك بالمستقبل او عم تهتم بالتفاصيل اللي انت ومشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها بالذات بعواطفك وبايجابيتك يعني عمشوف انو انت مش حاب فكرة انو انت حزين او زعلان او مشاعر المشاعر الايجابة السلبية عم تتمكن عليك انت مش حاب هالاشي فانت عمشوفك عم تهتم اكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس في داخل يعني في داخلك يعني اذا انت عم تشوك بالشخص الاخر انو في موحدة اخر او في طرف تالت بحياته او فقط عم تشوك بطبيعة التواصل بينك وبينه انو هو مش جدي وما عم تشوف فيه له نهاية عمشوفك رح مش رح تيجي على حالك اكتر لانو مش رح تضحي اكتر لانو عمشوف اغلبكم ضحيت او عطيت من عندك في سبيل انو يعني تنجح العلاقة كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص ولكن عمشوف اغلب عندك ورقة الساحر هون فاغلب افكارك او اغلب طاقتك اللي بتوجهها رح تكون في سبيل مشاعرك او باللي بتحس فيه انت من جوه عمشوفك ايضا فيه عندك مشروع او فكرة كرياتيب او فكرة ابداعية من نوع ما رح تركز عليها اكتر يعني عمشوفك مركز على حالك اكتر وكيف تطور من حالك اكتر ما عمشوفك بالمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبينها الشخص اكتر ما انك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك خلينا شوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل الشخص اللي عم بتعمل معه او الحبيب او الشريك رح يمر بفترة صعبة بفترة رح يتعرض فيها الى كتير من الاغراءات رح يكون لانه ايضا في فترة انعزال هالشخص رح يمر فيها يعني في فترة مش رح تحكي انت مع هالشخص ممكن تكونوا حاليا منفصلين او ممكن يخف التواصل او يخف الكونكشن بينكم عم شوف انه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس الى فكرة الحب رح يكون متردد بفكرة الحب او بفكرة العلاقة بينكم لانه في عنده شكوك ومخاوف داخلية انه انه انت او برج الميزان في عندك اطراف اخرى في عندك طرف تالت عم شوف انه ايضا اذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة عم شوفه مركز اكتر على روحانيات وهالشخص ايضا اذا انت اذا هالشخص انت حاس حالك او او ممكن العلاقة بينكم حسيت انك انضلمت فيها عم شوف هالشخص يمركز اكتر على انه يكون عادل او بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب او اشي مثل هيك بده الوضع بينكم يكون اناصف وحقاني ايضا طاقته رح تكون سريع على انه في عندك كرت هوائي هون هالشخص في عنده خبر من نوع رسالة او اشي حاب يحكي فيه معك او عم شوفه وحاول يتقرب منك ولكن بنفس الوقت لانه هاي حركة تقدم وعندك هون ايضا يعني هالشخص باني متل السور حوالين حاله فعم حسه كانه متناقض شوي بافكاره الداخلية مع حاله انه بده يقرب منك بده يحكي معك ولكن في نفس الوقت عم شوفه دفاعي شوي او رح يكون مش بمعنى دفاعي رح يكون شوي متردد هالشخص متردد باخذ الخطوة او رح يكون حذر جدا باخذ الخطوة او حذر جدا بكيف يحكي معك كيف يتواصل معك كيف تكون بداية الحكي معك ابي ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بصير العلاقة خلينا نحكي شو ممكن الابراج اللي ممكن تتعامل معها لانه دائما شوف بالكومنتات انا دائما بنسى احكي شو هي الابراج بس الطاقات اللي ممكن انعم تتعامل معها في عندك ممكن تتعامل مع برج الحمل ممكن تتعامل مع أبراج نارية ممكن تتعامل مع برج تورابية أيضا في عندي أوراق تورابية هون ممكن عم تتعامل مع برج العذراء هنا عندك The Hermit بس ممكن يكون أي برج آخر هاي فقط الطاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك طيب طاقتكم في المستقبل أو ما صير العلاقة في المستقبل في أنت وهو لسبب ما لأنه هالكارت سالف سابوتاج أنت وهو لسبب ما كل ما تصير الأمور بينكم كل ما تتحسن الأمور بينكم في طرف منكم أو بيجوز حتى تكون طاقتكم الثنين في شخص منكم أو أنتو الاثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة بحيث أنه تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص أو أنت عم شوف جستس كارد عم شوف أنه في شخص لازم لازم يكون عادل بحق هالعلاقة أو يعني لازم تكون لأنه العادل مش بس فقط بأنه ما يكون في طرف ثالث أو إشي مثل هيك ممكن أنت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص أنك تحكم هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح أنه يكون في مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور فتعقدكم بالمستقبل بدك تنتبه من هالشي إذا لبعض منكم المنفصلين إذا وجدتوا لبعض لنعم شوف في عندي Ace of Cups هون يعني في عندك بدايات بالعاطفة جديدة ولكن كرت النصيحة سيلف سابتوش بيحكي لك انتبه ما أنه تكون متسرع جداً أو تطلق الأحكام بسرعة بحكم هالعلاقة أو مع هالشخص بدك تنتبه عمشوف أيضاً في بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي على طريق من الناحية العقلية أو من ناحية الكمينيكيشن والتواصل عمشوف في حكيم الفعل بدكم تحكو فيه في تطور وانتصار من نوعنا بما يخص العلاقة بينكم لأنه هالكارت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر فعمشوف بما أنه الطاقة مشتركة بينكم عمشوف أنه فيه تطور إيجابي رح يكون في صالح العلاقة بينكم فيه فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير أو فيه شخص عم يستنى رسالة أو خبر من طرف معين ولكن بما يخص البدايات أو ممكن عمشوف أنه إذا للمنفصلين منكم إذا صار فيه بينكم مشكلة وإنتم مش هم تحكموا على بعض حاليا عمشوف فيه بداية جديدة بينكم وأيضا رح تعطيك نوع من الانتصار أو للطرف المظلوم أو ممكن تكونوا أنتوا الاثنان مظلومين بسراحة بالعلاقة يعني ممكن تكون الظروف اللي بينكم اللي قدت إلى انفصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم لكن عمشوف أنه عندك جستس كايد عندك سيكس اف وونز وإيس اف كوبز يعني عندك بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلع منه منتصرين وأيضا عندك جستس كارد يعني في عندك حد اللي رح يصير بالموضوع ممكن تكونوا أنتوا الاثنين اللي انضلمتوا بالموضوع ورح يصير في بينكم يعني النصر ورح تطور العلاقة مشوف فيه ممكن تكون فيه فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض لأنه في عندي هون طاقة انتظار أوكي حبايبي برج الميزان بتمنى القراءة تكون فاديتكم حبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شارو وسبسكرايب إن شاء الله رح جفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا